كان يا ما كان كان في واحد عينيه مهددة انها تتعمي رح يزور الدكتور فالدكتور قال له مفيش امل خلاص لازم نلحق نشيل عنيك بسرعة يا اما هتموت دخل قط العمليات والناس كلها عملين يعزوا قبل ما يخش معلش ربنا يبدلك خير اللي يرزق اللي ربنا يبتليه بالعمى يبقى رب العالمين بيقول عوضته بحبيبتيه الجنة معلش هو من عليك الصبر ما يجراش حاجة دخل قط العمليات و خرج من قط العمليات متوقع ان هو هيعمى بس لقى نفسه ويشوف بيقول لناس في ايه انا مش اعمل ايه بيقول لدي كترة حصل ايه قال له معلش احنا بنعتذرلك بس عن التعويرة اللي في وشك دي سامحنا معلش ويحنا شغالين في تعويرة جات في وشك تعويرة ايه لو سمحت وقلولي في ايه انا ازاي بشوف قال له بس احنا بس عايزينك تمضي على تعهد ان انت معندكش مشكلة مع الدكتور ان هو تسبب في الجرح اللي في وشك ده اللي هتبقى علامة في وشك علامة ايه ووش ايه انا ازاي عناية بشوف لو سمحت رد علي قال له الحمد لله والشكر لله جات سليمة وربنا وفقنا وربنا شفاك وعنيك عمرها ما تتعيمي وانت بقيت كويس خلاص الحمد لله بس ويحنا شغالين بس عورناك عورتني ايه وبقى يبكي من الفرح وفرحان وهيس قلولي بقى يا احبابي لو الراجل ده كانت قال له انت بكرة هتتعور في وشك تعويرة هتفضل علامة في وشك لحد ما تقابل ربنا طول الدنيا كان يبقى زعلان ولا فرحان لما يبقى عارف ان هو بقى في علامة في وشه بس هيبقى متقلم وزعلان وصعبان عليه وكل ما يبص في المراية يلاقي العلامة دي في وشه ويلاقي نفسه عايز يروح للدكتور نفسي علشان يتخطى الاكتئاب ده او عايز يروح للدكتور تجميل عشان يشله العلامة دي لكن لما يبقى عارف ان ربنا صرف عنه بلاء اكبر يعرف يصبر عارفين واحد بيقول انا كنت في مشوار في الاسماعيلية عندنا محافظة في مصر اسماعيل اسماعيلية بيقول انا كنت في الاسماعيلية وجايب لولادي منجة وانا جاي فجايب كارتونة منجة معايا في العربية بيقوله هو مروح بلغوا خبر اني فيه فلوس في البيت تسرقت فالخزنة دي مقفولة محدش هيعرف انها تسرقت ولا رأى اللا هو فرايح بقى مكتئب وحزين ومتقلم وفي غاية الحزن والهم والغم وعمال يدعي ربنا وصل البيت فتح قلخزنة لقى الفلوس حمد ربنا سبحانه وتعالى وبعدين نسي انه هو جايب منجة في العربية فاول ما نزل نيعمل مشوار صغير تاني يوم فوجئ بريحة المنجة في العربية جميلة قوي بيقول العربية كانت معايا طول طريق السفر انا ما شمتش ريحة المنجة انا ما شمتهاش الا لما اطمنت على فلوسي ايوه الصبر والرضا والتسليم والامان بيخلي الانسان يتمتع بالحياة الانسان الالقان الخايف المتوتر المنزعج ما بيتمتعش بالحياة التوتر والقلق والخوف والرعب وعدم الامان يخلي الانسان قدامه النعمة ومش شايفها يبتبص في المراية عينيها على ايه عينيها على الكحلة اللي بايز مش شايفة بقيه التفاصيل في جسمها وفي وشها المفروض تشكر ربنا عليها وتحمد ربنا عليها انما هي عيطة للنهار وحزينة للنهار هو شايف ان مفيش في الدنيا غير حياة وحشة مراته بتعملها انها مش شاطرة في الترويق ترويق البيت مش شاطرة في الاكل حياته مظلمة هنا هنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال من اصبح والدنيا اكبر همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شملة ولم يأته من الدنيا الا ما كتب له ومن اصبح والدنيا اكبر همه جعل الله غناه بين عينيه وجمع عليه شملة وقتته الدنيا وهي راغمة تجي تحت رجلي الدنيا عايزة اللي يفهمها مش عايزة اللي يمشي فيها كده وخلاص الدنيا عايزة اللي يهتم بتفاصيل الفرج فيها بتفاصيل الدروس ربنا فيها هتفهم الدروس وتتعلمها ربنا هيفرج عليك مش هتتعلم من دروس الحياة وتسيب نفسك ملطشع للدنيا مش هتتعلم من الدروس وكان امره فرطة اتفرطت من ايديك ومش عارفت للمعه خد الدرس خد الدرس ابنك ايدي وجعته علشان انت عندك مشكلة في طلب الرزق بنتك رجليها وجعتها عشان انت مشيت في سكة ولط ابنك بطن وجعته علشان انت ما تصدقتش ابنك حل وحش في الامتحان علشان انت قصرت في الزكر تفهم الحياة تعرف تعيش حط ايديك على خدك ومضغاز ومولع الدنيا نار عشان مجموع ابنك انه جاب مجموع وحش وامك امك 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 ام ملا او لما اصابتكم مصيبة قد اصابتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عندي انفسكم انت السبب في اللي انت فيه انت السبب في الزنب ده انت السبب في اللي بتلاقي النزل عليك لما تعرف ان انت السبب تحمد ربنا انها جات على قد كده عشان ربنا جابها مع الرأفة ومع الرحمة عامل ربنا عامله ان هو اللي بيده اللطف وبييده الستر وبييده الفرج وبييده العفو وبييده المغفرة وبييده الغنى سبحانه وتعالى عامل ربنا عامله عامله ان هو اللي قلبك بين اصبعين من اصابعه يقلبه كيف اشاء عامل ربنا 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 عامل رب شكرا